أنا في حاجة تانية عايزة أقول لكم عليها أنه في عندنا حاجة في الكنيسة اسمها أسقفية الشباب بيرأس هذه الأسقفية الأسقف الأب المستنير نيافة الأنبى موسى عملت دورة مخصوصة للرد على الإلحاد وعلى أفقار الملحدين يقول هذا الخبر أن أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوزوكسية مساء الأربعاء الماضي أطلقت بالتعاون مع فريق الليهوت الدفاعي دورة الرد على الإلحاد استهدفت هذه الدورة مناقشة الشباب القبط وتدريبهم على كيفية الرد على بدع الملحدين حول عدم وجود الله بأدلة وبرهين علمية وكتابية مسيحية على صعيد آخر أقامت إبارشية اليونان للأقباط الأرثوزوكس في نفس السياق سلاس مؤتمرات منفصلين لشباب الجمعة وشباب سنوي وآخر لشباب إعدادي في منطقة إفيا في اليونان تأتي هذه المؤتمرات السلاسة برعاية نيافة الأنبى بافلوس أسقف اليونان كانت كلها تحت شعار سمر الروح القدس ويذكر أن قدست البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية بطيارك الكرازة المرقوسية كان قدشن الكنيسة المصرية في اليونان عام 2016 العام الماضي بعدما اعترفت الحكومة اليونانية بالكنيسة الأرثوزوكسية المصرية في عام 2014 لأنه كان لغاية 2014 كانت الكنيسة القبطية غير معترف بها في اليونان خالص لأنه هناك فيه يعني شكل معين للاعتراف بالكنائس حينما تصل الكنيسة إلى مستوى معين من التجهيز يتم الاعتراف بها من قبل الدولة ولها يعني مميزات ولها مسئوليات ولها يعني كدر معين بتتحط فيه حينما تعترف به الحكومة في اليونان تولى طبعا نيافة الأنبى بافلوس أسقف اليونان حاليا مسئولية تأسيس تلك الإبارشية لكن اللي عايز أقوله أنه خطوة كبيرة جدا بنشكر عليها أسقفية الشباب في الكنيسة المصرية وأسقفها المستنير نيافة الأنبى موسى على أنه بالتعاون مع فريق اللهوت الدفاعي على أنه بيخصص مثل هذه الدورات للرد على الملحدين أحبائي أنا مش عايز يعني أعطي وزنا أو قيمة أكبر مما تستحق لهذا الفكر المستشري في ربوع الشعب المصري في فئة النهاردة بتنكر وجود الله وفي فئة النهاردة بتلحد بالله وتروج أفكار غاية في الخطورة بين الأوساط الشبابية وأوساط الصغيرة وتحاول أن تضع لنفسها نموس تضع لنفسها قانون تبعد فيه أو تبعد فيه عن الإيمان بالله طبعا يعني نحن نملك آية صغيرة جدا ممكن أن تحفظ كيان الله قال الجاهل في قلبه ليس إله أنا لا أتهم أحد ولكن هذا كلام الله علمنا إياه أن لا يمكن لكائن من كان أن ينكر وجود الله إلا إذا كان إنسان جاهل بالحقيقة والقصص كثيرة والروايات كثيرة لكن أنا أشكر الكنيسة المصرية سوى في مصر أو في اليونان اللي بتحاول تتفاعل مع قضايا المجتمع الحالي وترد على كل بدعة حديثة وترد على كل مظهر من مظاهر الخروج عن الله والخروج عن الإيمان الذي تسلمناه بأفكار حديثة تبعد شبابنا وأطفالنا عن الإيمان بالله الواحد فبنشكرهم وربنا يوفى إن شاء الله